خلال الفترة الماضية جربت عدد كبير من أجهزة الألعاب وآخرهم كان الجوال لكن أداءه أزعجني ووقتها كثير منكم نصحني أخذ هاتف من شركة اسمها Red Magic وللصدق ما بعرفها واستغربت من حجم نصائحكم الضخم لدرجة شعرت فيها أني اتخذت قرار خاطئ بشراء الجوال لكن من مدة وصلني إيميل من Red Magic نفسها ألبدهم يرسلوا تابليت ومع أني لم أتشجع لفكرته فما عرفت شو الفائدة منه بس نصيحتكم بقيت في ذاكرتي وفعلا حصلت الجهاز من كم يوم لما رحت دبي وهذا الذي يفسر اختلاف مكان فتح الصندوق وللأسف اضطريت اترك العلبة خلفي فكان معي عدة قطع أخرى وخفتي فكروني تاجر عند عودتي في المطار ويطير كل شيء فزيارة محلات الألعاب في دبي اهي لواحدها تحتاج فيديو بس على كل الأحوال الحمد لله وصل بخير ويا أخي من أول نظرة لاحظت فخامة تصنيعه فالتصميم من الخلف يكشف مكوناته الداخلية ومكتوب انه كامرته خمسين ميجا بيكسيل وفعلا كان حجمه أكبر من الجوال بشكل واضح وهذا أكثر شيء شجعني وأتى معه شاحن وكبل مرتبين ومن الجود قلت يبدو الشباب معهم حق بنصيحتي بهذه الشركة لكني شعرت انه التابلة تنقصه شيء أكثر أهمية فالمخطط اللي وضعته في عقلي يحتاج حامل والمشكلة انه هذا الموجود عندي ويا دوب يقدر يحمل نفسه صحيح قدرت تحمله بس ما لي واثق فيها صراحة يعني ها اشتغل ايه شوف الريد ماجيك يعني أنا صبرت كل فترة زيارة دبي وما شاعده وأعداده كان جدا بسيط شبكته بالإنترنت وضفت عليه حساب جوجل وهالمرة ضفت عليه باصمة الأصبع وكانت هي أول مرة أفعل هيك ميزة على جهاز محمول فشعرت إنها متناسبة مع التابلت أكثر من غيره أوه ما شاء الله ما لي متعود عليه بأساس أنا شي حلو والله أما الكاميرا فكانت أول شيء جربته وللصدق هي أقل شيء أثار إعجابي بالجهاز فمع إنهم جيدين ويأدوا الغرض لكن ليسوا بسوية الجوال أما ألوان الشاشة وإضاءتها فكانت تصل لشيء اسمه 550 نيت ويا أخي كانت ولا غلطة والأحلى كان الصوت الذي يصدر عندما أضعه بالشحن وتركته ليلة كاملة حتى شوف كم ستصمد معي البطارية في اليوم التالي وبما إنه ما في شيء يحمي لففته بقطعة قماشية وأخذته معي السوق وبحثت بعدة محلات ولم أجد طربي السلام عليكم أعني فيه ستاند لتابليت؟ ما في سألت كل محلات ما في إن شاء الله سلم إليه وبعدها دخلت محل صغير وطلع عنده أحلى ستاند فقاعدته بتدور بكل الاتجاهات وتتحمل الضغط وقلت أخيرا صرت جاهز أحاوله للجهاز الذي أريده فقسم كبير من الألعاب جاهز وموجود على جوالي ويكفي أعمل نسخ رصق ما فهمت ليش ما رضي ينقل بشكل مباشر من الجوال للتابليت وكأنه الثاني موصولين بوسط يو اس بي ما بيمشي الحال فاضطريت أنقلهم للبي سي ومن ثم من البي سي للتابليت ونزلت البرامج من متجر جوجل فهذه جمالية الأندرويد الحقيقية يا أخي مدعوم وشو ما بدك تلاقي عليه ونعم اتشجعت أنزل بوب جي موبايل اللعبة اللي ما أحببتها بالمرة إلا يوجد ولا جوال استطاع يقنعني ألعب ألعاب التصويب باللمس فألت جرب الموضوع على التابليت بركي يكون الوضع مختلف ونزلت عليه أيضا أهم برامج الألعاب والمحاكيات القديمة وبنزلهم على أي جهاز جديد أجربه لكن مع التابليت كان في أمور جديدة في أمرين بدي يجربون على التابليت الأول أني أعطي اللعب بالتوتش سكرين فرصة لأنه على الجوال ما نسجمت معه بالمرة والثاني أني الأمور تبعي خطرت لي فكرة مجنونة والله مجنونة لو تزبط فلو نجحت بالسيناريو اللي وضعته ببالي حيكون هذا أفضل جهاز ألعاب متنقل وللصدق كنت مفكره تابليت عادي مع مع معالج سناب دراجون القوي واللي هو النسخة الرائدة برقم 8 من الجيل الثالث ولذلك كنت كتير عفكر بالتطبيقات اللي بدي حملها عليه وكيف أنا بدي حوله لجهاز قوي وما كان عندي خبر أن ميزة Red Magic الحقيقية تكمن في نظام تشغيله فبداية لفت نظري شيء اسمه Game Space واللي هو عبارة عن منصة لتشغيل الألعاب وقدرت أضيف عليه أي تطبيق أريده والأحلى أنه شاشته طلعت 144 هيرتز أعلى من شاشتي الأساسية يا رجل ولاحظت أنه يعمل أمر مختلف مع كل مرة افتح فيها لعبة فيقوم تلقائيا بإغلاق كل التطبيقات وتفريغ ذاكرة الجهاز ويخصصها للعبة وهذا لسه لم أكن منتبه لأهم ميزة أما Call of Duty فكانت أول لعبة موبايل أجربها عليه ودخلت أعداداتها ورفعت كل شيء للحد الأقصى وللصدفة طور الرنك فتح لي هون لأول مرة فألعاب اللمس أبعمرها لم تستطع تجذبني وكنت ألعبها فقط بسبب الفضول وحب الأطلاع والمعرفة على سيرة الأطلاع والمعرفة عم تشتركوا في القناة يا شباب ولا بطلتوا لأن يا رجل قوة الرسومات وتردد الشاشة العالي جعلت تجربة أقرب للبي سي وبشكل غريب ولأول مرة وجدت التحكم مريح ففي مكان واسع أضع فيه أصابع يدي بالرياحة والألعاب اللي مثل Call of Duty يا أخي لا تدعم القبضة وتلعب حسرا عن طريق اللمس صدقا تغير رأيي بموضوع اللعب على شاشة لمس عادة ما بطيء لعب أنا على شاشة لمس لكن هذا يا أخي مع الشاشة الكبيرة يغير لي مزاجي والجرافيك حلو رسومات عالية بتلعب والله بتلعب أما الملفت فكان هدوءه وكلما أضع يدي عليه يا أخي بارد وحتى مع تفعيل المروحة صوته كان شبه مختفي وصار عندي فضول أعرف الجماعة كيف بردوا فالجوال عندي كان يحمى من أول نصف ساعة ولذلك دخلت موقع التابليت واكتشفت أنهم عاملين ممر ووضعين مروحة صغيرة وظيفتها تدور الهواء بداخله وحسب قولهم هذا أول جهاز لوحي في العالم يحتوي على أنبوب تبريد 3D مستواب نفس الجودة الموجودة بأجهزة البي سي وبطريقي شفت وضع البطارية فقال هي بسعة عشر تالاف ومية بس قلت رح أختبر أداءها بطريقتي ونسيت أذكر أهم شيء بالتابليت اسم التابليت نفسه نوفا جيمينج تابليت وكنت لحد هذه اللحظة ما لي فهمان ليش مسمينه السحر الأحمر وفي أمر آخر كمان ما فهمته يعني ليش الشباب نصحوني فيه فصحيح الأمور التي وفرها جميلة بس موجودة عن باقي الشركات وكانت هي اللحظة اللي شفت فيها الميزة التي صدمتني فقال إذا بعمل هيك بتظهر قائمة وحتى منها قدرت أتحكم بتردد الشاشة ومنها قدرت أطفي وأشغل المراوح هذا غير الخصائص الموجودة فيها اللي ساعدتني كلاعب على الغش الغش بالحد المسموح ففي أداة بتشغل القبضة مع الألعاب اللي ما تدعمها مثل الببجي وكولوف ديوتي أو إضافة نقطة تصويب حمراء اللي ما تتحرك وثبتتها في المنتصف ويا أخي الرسومات كانت رائعة على درجة تصر تشوف فيها ببجي حلوة وما توقعت هالنقطة الحمراء ترفع مستوى لعبي لهذه الدرجة فأكثر شيء يصعب عملية التصويب هو ارتداد السلاح ومع هاي النقطة أصبح رمي ما يخيب وتوقعت بعد مرور عشر دقائق يبدأ التابلت يحمى بس كانت أموره تحت السيطرة ولذلك قررت أفعل موت خفي اسمه ديابلو وكان مخبأ في أسفل القائمة وهذا يرفع تردد المعالج وكرت الشاشة للحد الأقصى والسلاسة معه ولا أرواع بس الجهاز كان دائما يعطيني تحزير ويقل لي أنه هذا سيؤدي لأفراغ البطارية بشكل أسرع صالع لي ولاده معليه عدم يعطيني تعليمات بس والله النقطة الحمراء خلتني أدى للناس تأكدير كم ألمانيش أنصر عندي 16 معليه والآن بقدر أقول أني عرفت ليش المختصين بببجي بيلعبوها على التابليت إيجاد حبيتها وصحيح يعني حبيتها متأخر يعني لما اللعبة فقدت كل شي عبيتها بس فعلا متعتها مختلفة على التابليت تماما مثل متعة الفوز لما هجمت على آخر لاعب بالشاتغان والشيء الذي قد يكون رفع المتعة بدون ما أشعر هو صوت الجهاز أخي هو بدون تردد صاحب أفضل صوت بين كل الأجهزة التي جربتها وعلى الرغم من استمتاعي باللعب عن طريق اللمس إلا أني لم أستطع الاستغناء عن اليد ففي عدد جيد من ألعاب الجوال متوافقة معها وربطها سهل جدا كل اللي حتجت أعمله أفتح البلوتوث وأضغط زرين يدة البلايستيشين وأصبح بإمكاني أتحكم فيه عن بعد وكان في لعبة اسمها ستار وورز متحمس أجربها عليه فتدعم الكنترولر وكأنها لعبة كونسول وهي مستلهمة كثير من أوفر ووتش أو بالأحرى الموضوع تجاوز الاستلهام وكان كل شي جربته على الجهاز في كفة ومحاكي بلايستيشين 2 في كفة أخرى فأضفت عليه ملفات البيوز وقمت بمعايرة الأزرار ورفعت الضقة للأربعة أضعاف الضقة التي جعلت جوالي ترتفع حرارته ويعلق وفتحت الجزء الثاني من كريتوس لكن أنا ويني عن هذا الاختراع من زمان فالغريب أنه آخر جهاز كنت أفكر فيه هو التابليت حجب الشاشة رهيب يعني كأني جاي بلايستيشين وشاشة صغيرة وأصلهم سور أي فالتابليت كان أشبه بالمنتج الهجين اللي جمع كل الأمور اللي بحبها بمنتج واحد واستمرت بالحصول على نفس النتائج المرضية مع محاكي الوي وجربت عليه لعبة دونكي كونج بس اللي ما توقعته أنه أقل برنامج تطلبان يعطيني أسوأ أداء ألعاب الجهاز الوحيد اللي ما حبيت أداءه على التابلت هو البلايستيشن ون أشعر فيه ليتنسي طويلة بين ضغط على الزر وظهور الأمر على الشاشة في وقت طويل بس أكيد ما بيكمل الوضع إلا مع تجربة البلايستيشن فايف على الجهاز وبسبب العادي استخدمت البرنامج اللي يكون من طرف ثالث لأن توافقيته أكثر مع اليدات وجربت عليه أستروبوت والنتائج فيه أكثر من مرضية بس بعدها قلت ليش ما استخدمي البرنامج الرسمي فالتابلت بياخذ يد البلايستيشن وبيتعرف عليها وفعلا النتائج عليه كانت أفضل بكثير وبطريقة مشابهة بقدر بثل إكسبوست كمان وهيك صار عندي كل شي لكن كان فيه شيء جديد وهو الفكرة المجنونة وقلت لو قدرت أعملها فحيكون التابلت شيء خرافي فسابقا عملت بي سي صغير وقوي جدا وكان اللي ينقصه الشاشة وعندي هذه القطعة اللي لاحظت أنه قد تفعل ما أريد وحسب ما فهمت من فيديو يوتيوب أني بحاجة تطبيق اسمه USB كاميرا ومن خلال هذه الأدوات أستطيع أحول التابلت لمونيتور وبداية جربت الموضوع على البي سي الأساسي والنتيجة كانت سيئة جدا فقلت مالي غير أخاطر واشتري نسخة المدفوعة هي أخذت النسخة المدفوعة إن شاء الله يمشي الحال ومشي الحال بس مو بسبب أني دفعت الفلوس بل لأني غيرت شيء بالأعدادات فخطر لي جرب جهاز آخر وشغلته مع النيتندو سويتش ويا رجل اشتغلت بضقة كاملة وبستين فريم بس كأني حرقت فكرة صناعة أقوى نيتندو سويتش لا أخي ما حرقت شيء فالحرقة الحقيقية كانت بداخلي لما وصلتها التركيبة العجيبة مع البي سي الصغير على أمل أحقق ما أريد وكانت هي أفضل نتيجة حصلت عليها أو بالأحرى هذا التابلت هو أفضل جهاز محمود جربته واستطاع يعمل كل هذه الأمور وهو النسخة الأقل في نوفا جيمينغ تابليت فهذا أتى مع 12 جيجا رام و256 جيجا تخزين والله يسامحهم يعني ما بعتولي نسخة الـ 16 إذا هذا هيك فكيف هداك وضعت رابطه بالوصف وإنت يا أخي اكتب لنا 700 خلينا نصل على 700 ألف مشترك اليوم خذ مني قلب والسلام عليكم